السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله نبدأ اليوم في الفصل السابع وبيتحدث عن اضطرابات والسلوك وده من الموضوعات المهمة بالنسبة لمجال التربية الخاصة والتعامل مع زر الأعاق بصفة عامة عندنا من التعريفات الخاصة بالطرابات والسلوك في تعريف صدر سنة 1969 بأن الأطفال المضطربون يجب أن تتوافر لديهم واحدة من الخصائص التالية الأولاد أو المعاقين اللي عندهم مشكلات في السلوك بتتوافر فيهم واحدة من الخصائص التالية أو أقصر رقم واحد عدم القدرة على التعليم والتي لا تفصل بسبب أسباب عقلية وحسية أو صحية يعني ما فيه سبب عقلي يعني ما عندهش مشكلة في الزكاء يعني ما عندهش مشكلة في الزكاء يعني زكاءه ماهش في المرحلة الخاصة بالعقل العقلية الأقل من 70 معامل زكاء ما فيش مشكلة حسية أو صحية كمان عندنا عدم القدرة على بناء علاقات شخصية موضية مع المعلمين والأقل غير قادر الولد ده على بناء علاقات شخصية مع مين؟ مع المعلمين والآخرين وكمان في بعض الأحيان بيكون عنده عدم قدرة على المحافظة على هذه العلاقات فيه أنماط سلوكية غير مناسبة مزاج عام من الكآبة والحزن اللي عندهم الطابات السلوكية معظمهم عندهم مزاج عام من الكآبة والحزن طب من هو الطفل اللي عنده الطرابات السلوكية هو الطفل الذي يظهر سلوكا مؤزيا وضرا دايما كده سلوكياته مؤزية وضرا بحيث يؤثر على تحصيله الأكاديمي أو على تحصيل أقرانه يعني بيتسبب في مشكلة نفسه ومشكلة أحيانا لمين لأقرانه وتأثير سلبي كمان على إيه على الآخرين يبقى الولد المعاقل اللي عنده الطراب سلوك هو طفل سلوك ومؤزي مؤزي إذا كان لنفسه أو إذا كان للآخرين دايما نقطة مهمة جدا كمان بيأثر على تحصيله الأكاديمي تحصيله الأكاديمي وتفاعلاته مع إيه مع الآخرين طيب شيئا طرابات السلوك هنيجا برضو نتحدث أن فيه تقديرات مختلفة أو الباحثين مختلفين قالوا أن فيه نسب مختلفة ولكن النسبة العامة هي نسبة من 2 إلى 3 من 2 إلى إيه إيه إلى 3 عندنا من 2 إلى 3 دي نسبة الطرابات السلوك أها هي دي من الأطفال في سن المدرسة عندهم مشكلات في السلوك طيب في نقطة مهمة كمان أن الزكور أقصر اضطرابا في السلوك من الإناث الزكور أقصر اضطرابا في السلوك من مين؟ من الإناث ترجمة نانسي قنقر